اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى قاري وصحبيه وسلم تسليما كثيرا ازايكم عاملين ايه يا رب وكنوا بخير الجمعة طيبة علينا وعليكم النهاردة نشارك مع بعض ان شاء الله قردين يوم الجمعة مع لمة العيلة انتم متعودين معنا دايما لازم من كل فترة للتانية كده يا جماعي يبقى فيه تجمع كده في العيلة نتطمن على بعض ونتشهر كده مع بعض ويبقى فيه سلة رحمة منكم وما بين بعض طبعا بنبدأ لأول كده بتجهيز الفطار بعد ما ما نجهز الفطار بقى فيه وقت بقى من فطار لغاية الجمعة كده فبقى بقى فيه اعدم وبعد بنجهز بقى حاجات الغداء بنقوي فهنا برضو بنجهز اللحمة دي دوني فحطناها كده في المياه المغلية يعني بخدت كده غلوة شلنا الريم وبعد كده جهزنا البصلة بالقامرة اللي هي بنسبها قامرة يعني بالتوابل بتاعتنا وحطناها وصبناها تاخد وتدي عمل بقى ما جهزنا بقية الحاجة عملنا بقى الرز الابيض الجميل واللحمة بعد ما استويت شوينيها كده في الفرن مع الصلصة والتوابل وكمان حطناها طعم الفحم والملخية بقى الجميلة الطفا وسطاها وبقى الفا هنا وشفا اشوفكم على خير الفيديو